وكان وزير الخارجية وشؤون المقتربين أيمن الصفضي قد شارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تضم سبعا وخمسين دولة الذي يعقد في جد وذلك قبل عقاد القمم الخارجية والعربية والإسلامية حيث دعت السعودية خلال الاجتماع العالم الإسلامي إلى رفض تدخل إيران في شؤون الدول الأخرى وقال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إن دعم طهران للحوثيين في اليمن دليل على تدخل في شؤون الداخلية للدول وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي وأضاف الوزير السعودي أن الهجمات على منشآت النفط في الخليج يجب التصدي لها بكل قوة وحزم وأنه يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة العمال التخريبية للجماعات التي نفذتها